أحسن الله إليكم يا شيخ تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ هل الإنسان إذا حلف على شيء وفعل هذا الشيء قبل الكفارة هل تلزمه كفارتين عن يمين أم واحدة؟ إذا حلف على ترك شيء أو على فعله وفي فعل هذا الشيء أو في تركه خير له فإنه يستحب له أن يكفر عن يمينه سواء قبل الحلث أو بعد الحلث يستحب له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير كما قال الجل وعلا ولا تجعل الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإذا حلف مثلا لا يصل رحمه أو لا يعطيه يعطي رحمه أو لا يزول رحمه فإنه لا يجوز له الوفاء باليمين فليجب عليه أن ينقض هذه اليمين وأن يضر بقريبه وأن يكفر عن يمينه سواء كان قبل المخالفة أو بعدها قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير نعم